حدثنا معاوية بن هشامين أبو الحسني حدثنا شيبان عن فراس عن الشعبي قال قال مطيع بن الأسود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لا ينبغي أن يقتل قرشي بعد يومه هذا صبرا حثنا يحيى بن سعيد عن زكري حدثنا عامر عن عبد الله بن مطيع عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يقول لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم ولم يدرك الإسلام أحد من عصات قريش غير مطيع وكان اسمه عاصيا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم حثنا وكيع حدثنا زكريا عن عامر عن عبد الله بن مطيع عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا يقتل قرشي صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة حثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني شعبة بن الحجاج عن عبد الله بن أبي السفري عن عامر الشعبي عن عبد الله بن مطيع بن الأسود أخي بن عادي بن كعب عن أبيه مطيع وكان اسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيعا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بقتل هؤلاء الرهتي بمكة يقول لا تغزى مكة بعد هذا العام أبدا ولا يقتل قرشي بعد هذا العام صبرا أبدا ترجمة نانسي قنقر